بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وحمداً يكافئ مزيده اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لقد أكرمنا الله جل وعلا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرمنا ببعثته أكرمنا برسالته أكرمنا بكوننا أتباعه صلوات ربي وسلامه عليه ألم يقل مولانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إنه ينبغي علينا أن نحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حب يترجم لطاعة حب يترجم لالتزام بسنته لعمل بما كان عليه رسول الله لننظر إلى أخلاق نبينا كان خلقه القرآن كما قالت سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان قرآنا يمشي على الأرض الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق بالتوحيد أيضا بالهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من الندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبدد والمؤمنون على الطريق تتابع كل بطاها قد تأسى واقتدى بالذكر جاء وبالكتاب ولم يزل في العالمين مرتلا ومرددا رب الوجود تباركت أسماؤه الله من نوره أهدى الوجود محمدا إن سيدنا رسول الله مكانته لا يعلمها إلا مولانا جل وعلا ألم يقل أدبني ربي فأحسن تأديبي مولانا سبحانه وتعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أنت بأعيننا يا رسول الله فنال رسول الله عناية الله ورعاية الله جل في علاه ألم يقل نبينا الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس مشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما ألا ما أجمل أن نحب نبينا ما أجمل أن نصلي ونسلم عليه في حديث أن الصحابية يقول يا رسول الله كم أجعل لك من صلاة عليك الربع قال النبي ما شئت وإن زدت فهو خير النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال يا رسول الله إذن أجعل صلاة كلها عليك قال النبي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك أجعل كل وقتي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وحين تقرأ سورة الشرح سترى هذه الإشارة الجميلة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى مولانا جل وعلا يخاطب النبي أولا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أمقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ثم بعد ذلك يتحدث عن شيء آخر فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى نقول ما علاقة هذا بذاك تلك هي الإشارة القرآنية الجميلة يا من أصابك هم عسر ضيق كرب تحدث عن سيدنا رسول الله وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله يا سيدي يا رسول الله مهما قلنا فيك لن نوفيك حقك ولا قدرك كل البلاغة غضي الطرف واحتشم فمتح أحمد يعلو هامة الكلم نبيا اختاره الله أميا ففاق في علمه من خط بالقلم اللهم زدنا حبا في نبيك الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله